حقوق الأطباء مصانة بقوة قانون جديد يمضي به وزير الصحة دكتور جمال الحربي قدما إلى اللجنة الصحية في مجلس الأمة خطوة من شأنها حماية العاملين في الميدان الصحي من اعتداءات تكررت في الأونة الأخيرة ويضمن أجواء عمل آمنة تتيح أفضل خدمة للمراجعين وللمرضى ارتفعت في الآونة الأخيرة وبصورة كبيرة حوادث الاعتداء اللفظي والبدني بحق الكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية الظاهرة استدعت وقفة عبر قانون يحفظ حقوق العاملين في الميدان الطبي وفيما تغيب الإحصاءات الرسمية عن أعداد حالات الاعتداء تؤكد الحوادث الفردية المرصودة ضرورة التصدي لها وإيجاد آلية حزمة لمنع تكرارها ولمزيد من الحديث حول هذا الموضوع يسعدنا التحدث إلى الدكتور أحمد الشطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة هياك الله معنا دكتور أحمد في نشرة أخبار تلفزيون المجلس دكتور نبي نسأل أول شيء عن أبرز نصوص مواد القانون الجديد وكذلك هل يتضمن عقوبات مغلظة أكثر من السابق بحق من يتعدى جسديا أو لفظيا على الطبيب أو العاملين بالحق للطبي بشكل عام؟ في بلد القانون وبلد المؤسسات لا شك أن عندما ننتج القانون لحد من هذه الظاهرة فهذا حق مشروع تغليض العقوبات نقصد فيه العقوبات تتراوح ما بين من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار وسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات لا شك أن هذا في النهاية يعتمد جنحة وجناية من ألف إلى خمسة آلاف دينار السجن من ستة أشهر إلى ست سنوات وهنا نتكلم عن جنحة وجناية الاعتداء اللفظي يعتبر جنحة والجناية هو الاعتداء الجسدي نسعى من خلال ضم فقرة في قانون مزاولة المهنة الذي صدر في 1981 إلى إعطاء رسالة بأنه لم يعد هناك مقبولا من يعتقد أنه أمن العقوبة وأن هناك سياسة في تغليض الحقوبة يجب أن يكون مستعد لها من يتعدى على أبناء هذه المهنة وهنا لا أقصد الأطباء فقط ولكن حتى كل العاملين بالحق للطبي دكتور أحمد حسب ما ورد إعلاميا القانون الجديد أيضا يكفل حماية حقوق الطبيب والمراجع في آن واحد فهل ينصفي أي مادة منها على معاقبة موظفي الصحة في حال تعدي أحدهم على مراجع؟ أنا ودي أؤكد عندما نلتجي للقانون فالقانون ليست مائدة لآم نختار مننا ما ناسبنا وننسى الآخرين لا هو يشمل الجميع سواء المراجع أو الموظف وفي أدبيات لوزارة الصحة تم إنهاء عقود بعض الأطباء عندما يسيئون وكذلك إحالة بعض الموظفين عندما يسيئون على قدم الوساق عندما نتكلم عن القانون لا شك أن هذا يأمى بالتصريح أو بالتلميح أو بالعقوبات الأخرى فبالتالي عندما نختلف في بعض القضايا نختصن أو نحتكم يجب أن يكون ذلك إلى القانون حسب الإجراءات المتبعة وهذا ما نقصد نعم لكن القانون الجديد في شيء يكفل حقوق المراجع؟ لا شك يعني هل يوجد مادة معينة؟ يعني الحين عرفنا أنه من ست شهور إلى ست سنوات بالنسبة لمن يتعدى على الطبيبة ومن يعمل بالحق الطبي وكذلك من ألف إلى خمسة ألف دينار هل في مادة معينة تبين حقوق المراجع؟ قد يكون بالداخل ما بين السطور موجودة لكن ليس بالتصريح ليس مادة خاصة بالجانب الآخر لأن المراجع هو في النهاية مواطن وهناك كم هائل من القوانين لتحمي حقوقها في الخارج الرسالة اللي نريد أن نوصلها أنه يجب احترام القانون وبالتالي هذه المهنة ذات القدسية ذات الخصوصية يجب أن تحترم وعندما نختلف في أي موقف هناك آلية للتسجيل للمتابعة للشكوى والالتجاه للقانون أنا أتفق أنه قد الدورة المستندية القانونية تحتاج أدلة وبراهين وشهود ودرجة أولى وثانية واستيناف وتدخل ربما في سنة أو أكثر لكن هذا لا يجب أنه لا يخلينا للحظة نعتقد أنه استخدام اليد أو اللجوء إلى أخذ الحق باليد هذا هو الحل نريد أن نكرس مفهوم دولة القانون في كل المهن في كل الأماكن في كل المواقع نعم دكتور أحمد يعني تعزيز ثقة المراجع بكفاءة العاملين في الحقل الطبي وزيادة الكوادر البشرية فيه يراها البعض وسيلة أفضل وتقلل الضغط على المراجع والطبيب ما رأيك؟ أنا وجهة نظري أن العنف في المنشآت الصحية عنوان ترعالمي مخصوصية كويتية لكن بالتأكيد كل الحلول التي طرحت ركزت على الجانب التشريعي القانوني الردع الجانب الجميل فيك سؤالك الذي هو ثقة المواطن أنا أذكر بأن وزارة الصحة الآن رأسها وزير يمكن بالوزارة صالة شهرين وأرسل رسائل إيجابية في كل الاتجاهات للعلاج بالخارج، للتغييرات الإدارية والمالية التي قام فيها لزيارات ميدانية مستمرة كل يوم وترك الخبر الذي قبل قليل بثته في عملية إنقاذ المواطن في الأسعاف التصريحات التي أدل فيها هل لديكم آلية لرفع زيادة الكوادر؟ بما أن هذا القانون صدر أو سيصدر هذا القانون هل هناك آلية؟ نحن لم نزيارة الكوادر من خلال مركز العلوم الطبية الذي يخرج على طبه وطبه أسناه وصياد له وفنيين وأكثر من 300 طبيب ومختص كويتي في الخارج لكن أيضاً لدينا برامج التطوير الذاتي الذي من خلاله وبرامجنا الآن أكثر تركيزاً على تأهيل القادمين من القارج سواء عرب أو أجانب لفهم الموضوع في الكويت والتأكد من تخصصاتهم وقدراتهم عشان يكون هناك تدفق شريان الخدمات الصحية بما يضمن جودة الخدمة بما يرضى المواطن لأن أكد المواطن هو المؤشر الحساس للخدمات الصحية وكلنا في الرعاية الصحية والخدمات الصحية كوادر أو إدارات نسعى إلى التعبد في خدمة المواطن نعم دكتور أحمد الشرط المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك